الذكاء الاصطناعي يمكن أن يأتي لكاميرات الآيفون وأيضاً سامسونج لم يباعت مليون فولد أبداً على عكس الأخبار وبالتأكيد تهكيرات كثيرة من الصين إلى حول العالم وفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم أبدأها أول بخبر وأتكلم عن سامسونج والإعلان الذي طرعوا فيه الأعلامين بشكل كبير وقالوا مليون فولد تم بيعه الآن سامسونج جالكسي فولد هو أول شاشة تنطوي من سامسونج وأيضاً أخفاق في بداية إطلاقه ونجاح بعدما وصل للعالم وعيد إطلاقه بشكل رسمي وانبسطوا عليه العالم بشكل كثير شخصياً اشترت واحد وجربته وجدته جداً رائق ومبدأ ممتاز للشاشات التي تنطوي الأسبوع الماضي طلع خبر أنه مليون نسخة باعت طلع شخص رسمياً من سامسونج وصرح أنه أبداً لم أحد ذكر أنه مليون نسخة تم بيعها كان لديهم تارغت للسنة لعدد أجهزة الفولد المفروض تنباع ومع أدد أجهزة الفولد المفروض تنباع توقعنا أنه سيكون إنتاج محدود وهذا الشيء يطلع فيه في المراجعات وكثير من الناس طلعوا فيه أنه 40 ألف نسخة فقط بيتم تصنيعاً من هذا الجهاز بما سبب طلب جداً عالي لأن كل واحد يعرف أنه سيحصل على واحد من هذه الأربعين ألف الشيء اللي صار أنه صنعوا أكثر من نصف مليون جهاز وأيضاً إنباع أكثر من نصف مليون جهاز حسب التصريح ولكن جابت سامسونج التارغت الهدف في المبيعات كرقم هدفها عام 2019 وهذا الشيء اللي صرحوا عليه في مؤتمرهم ولم يصرحوا على كم الرقم الذي موجود فيه هذا الهدف على عكس ما الناس قالوا أنه مليون جهاز تم بيع المؤتمر نفسه فيه أرقام وشيء جداً كثيراً ما هي مرتبطة بالفولد ولا متعلقة بالفولد ولكن التسليم اللي طلع من هذا المؤتمر وبعض الإعلام في حول العالم فهموا بأنه ينباع نيال اليوم فولد ليس منطق أن أول جهاز ينطوي مع المنافسة العالية الموجودة من هواوي وأيضاً مترولة ودخولها هذا المجال أنه مليون جهاز ينباع لشاشات تنطوي لا أشعر أنه صحيح لأنه أول جيل وبالذات السعر صحيح عندنا موجود هنا ينباع من بعض المتاجر ويظل ما فيه تبني كبير يعني لسه بدري شاشات تنطوي قاعدين نشوف الطريق الأمام الحلقة الماضية أجمع أنه نبغى فيديو يوضح لنا كيف نختار الفئة الأي اس المناسبة من جهاز الجالاكسي 77% قالوا نعم فأبشروا بإذن واحد أحد ابل تشتري شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي مع الكاميرات فهنا يمكن أن يكون تحديث قادم مع منتجات أبل واستثمار منهم على ذكاء الاصطناعي المفروض يكون في الكاميرا أبل متأخرة في هذه النقطة عن كثير من الناس هناك كاميرات كثيرة جاءتنا على نظام الأندرويد في الذكاء الاصطناعي التي تتعرفها على المشهد سيعطيك أفضل الإعدادات لأخذ هذه اللقطة التي تأخذها ولكن الشيء الذي يحدث مع أبل هو أنه لديهم كم تقنية مثل Deep Fusion وأيضاً تقنيات الألغوريثمات الموجودة خوارزميات أبل في تحليل وتضبيط الصورة والتي دائماً يتكلمون عليها في المؤتمرات وبالفعل لا أحد ينكر أنه تجيب أكلها مع نفس صور جميلة واقعية يظل أبل متأخرة في الذكاء الاصطناعي مع الكاميرات كما هي متأخرة في الذكاء الاصطناعي مع كثير من الأشياء الموجودة في معالجاتها وجوالاتها جهازتها التي تطلع يمكن العام القادم 2020 سيكون ظهور أول المعالجات التي تدعم الذكاء الاصطناعي مع الكاميرا وأنماط التصوير ومنها سنرى شيء جديد وعلى سيرة أبل نفس الغطاء الذكي الجديد نعم جاء وقاعدين نسوي على الإختبارات المراجعة ستجدوها على الشبكات الاجتماعية وأيضاً سأقوم بعمل تجارب مختلفة على نفس هذا الكوبر يعني لماذا؟ من أول تجربة يفضل عليها خلال أقل من نص يوم خلاص البطارية أستهلك الكثير لعيفون تخفيف أو يمكن إلغاء الضرائب الأمريكية التي ستفرض على الصين في ما يتم استيراده من الصين في بداية العام أو شهر أكتوبر كان المفروض أن يتم زيادة الضرائب الموجودة على البضائع المستوردة من الصين بالنسبة 15% وبالتالي الأجهزة التي صنعوها نفس الأمريكيين وكل العالم يصنعوها في الصين عندما يتم استيرادها لنفس الولايات المتحدة الأمريكية يتم وضع 15% زيادة عليها فبالتالي المستخدمين عندما يشتروها هناك سعرها زاد أصلاً فالزيادة في السعر سيتحملها نفس المستخدمين وأيضاً نفس التجار فكان ستسبب ربكا في السوق بشكل كبير هذا الأمر واضح أنه لا سيتم وأيضاً يمكن أن يكون هناك بعض ظلين تجاه العقوبات الأمريكية الموجهة للصين والمنافسة الاقتصادية الكبيرة التي حدثت بينهم هناك فيديو جداً مجنونه يجب أن ترونه في المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي هذا الفيديو كان في حديث جلسة نقاش موجود فيها رئيس وزراء صيني سابق تكلم مع نائب الرئيس الأمريكي وأوضح له كم وجهة نظر من ناحية الاقتصاد العالمي والعالمي بالنسبة لي فيديو بصراحة مجنون وما توقعت كلام مثل هذا من نفس الجانب الصيني حقوق الملكية تمنعني أن أشارك هذا الفيديو معكم هنا على اليوتيوب ولكن سنضعه على جروب التليجرام بإذن واحد أحد مساء يوم الأثنين ونستطيع أن نقول لا يوم الثلاثة إن شاء الله الصباح وإن شاء الله الناس تشوفوا الحلقة ويمديهم إن شاء الله يشوفوا هذا الفيديو ونشروا على جروبنا في التليجرام المهم الفيديو يبين لكم المنظور الصحيح للاقتصاد العالمي وكيف أن الصين أبداً ليس الشيء الذي نتوقعه أن يفعله طبعاً هذا كلامه ولكن حكمكم أيضاً أعطوني استفتاء شفتوا في الفيديو أو ما شفتوا بعدما تشوفوا قلوا لي لأن الشيء الذي نتوقعه هو شيء مجنون عالمياً نشوفوا هذه الجوالات كوكاكولا بيبسي جوالات غريبة ويصنعوا في كل مكان في رحلة الصين مع أوبو كان الشيء جداً غريب الذي نشوفها من إنتاجات وتطور جداً كبير بالذات عندما أتحدث عن شنزينج وغوانزو المناطق هذه تطور كبير من ثلاث سنوات جيتها كل سنة أروح شيء يختلف سنة عن سنة المهم شفتوا التسريبات التي طلعت للP40 برو المفروض الجوال هذا لو جاب الفعل بشاشة 120 هرتز والبطارية 4500 ميلي أمبير والشحن السرعة تصل إلى 65 واط وقدرة الشاشة العالية وقدرة الكاميرات العالية نتكلم عن الجوال المفروض خلاص لا يوجد أحد في العالم يفكر بجوال أندرويد غير هذا الجهاز هنا نتكلم عن قدرة جداً عالية موجودة من شركة هواوي للتصنيع والشيء الذي يفعله كصينيين على جبر هواوي في القمة ولكن أعداء أو منافسين يحاولون يحبطوهم هنا الشيء غير عادل الذي كلكم أجمعتهم عليه في كل الاستفتاءات الماضية التي اجبناها في هذا المحور فالشيء جداً يحمس فترة التقنية الموجودة فيها منافسة جداً قوية ولكن مين الذي سينتصر في الآخر؟ ننتظر ونشوف والـ P40 بصراحة يحمس فلو عليه أندرويد من الآن سنقول أنه يمكن أن يكون أحد جوالات التوب ثري عام 2020 ولكن ننتظر ونشوف 88% منكم قالوا أنه نعم لتذكر بلاك بري لما سألناكم في الحلقة الماضية وبالتأكيد كل شركة جاءت وإجابت لنا تغير في عالم التقنية بشكل رائع يا رب ينفع بنا أجمعين إكس بوكس سيريس إكس الجهاز الأخير من مايكروسوفت المخصص للألعاب هذا الكونسل الذي سيطلع نهاية عام 2020 والمفروض أنه يحمل قدرات جداً عالية مبدئياً خارج الصندوق هو يدعم 4K و60 نطار في الثانية قدراته قد تمتد إلى 8K و120 نطار في الثانية وأيضاً نتكلم على ديناميك ليتنسي مرة منخفضة أمكانية جداً جيدة الجيل الثاني من معالجات AMD ونتكلم على قدرات تقنية جداً أكثر في حال توجه العالم إلى اللعب على الموبايل بشكل كبير جداً والمنافسة ما بين أجهزة الألعاب وأيضاً أجهزة الجوال والألعاب والمنافسة بينهم الاستثمار الضخم الذي يجب أن تفعله على إكس بوكس على بلاي ستيشن والاستثمار الضخم الذي يجب أن تفعله على جوال ولكن استمرارية والامتداد الشامل لكل واحد فيهم يجب أن سوق الكونسل يمكن أن يموت قريباً كما ذكرنا في حلقة ماضية وأيضاً نرى أنه في المستقبل سيتيحون لك ألعاب الأكس بوكس على أي جوال وارتاح واخذ لك جوال والعب فيها ألعاب أكس بوكس بدون ما تحتاج تشتري الجهاز فبالتالي شركة ماكروسوفت ستصبح تبيع الخدمات واشتراكات الألعاب من أكس بوكس لا يبيعون لك أجهزة، سيوقفوها العادة، سيبطلوها تقنية التعرف على الوجه التي دامنا نتكلم أن الصيمة بنيتها بشكل كبير بعض الباحثين خدعوا هذه التقنية التي موجودة في بعض منافذ المواصلات بعض منافذ المواصلات تم خداعها بمجرد لبس بعض الأقنعة فقدروا بعض الباحثين أن هذه التقنية ليست قوية أو مثبتة بشكل كبير هذا الإثبات يأتي في رد الحكومة الصينية أو في رد رسمي من الجانب الصيني بأن التقنية لتعرف على الوجه تحت التطوير وتحت التبني وكيف يتم تطويرها ما لم يتم تبنيها في النهاية سيصل إلى تطوير جداً كبير من ناحية هذه التقنية نصل إلى هذا الأمر بأن التهكير في مهوب عالي وأيضاً عندما كنت موجود في الصين أحد البائعين قلت له أن تقبل الكروت الأيتمانية الموجودة في السعودية فقال لي بأنه لديك وجه؟ فقال لي بأنه كان يريد أن يجلب جواله فقط يرى وجهه على أساس التعرف على الوجه فلا أعلمني لماذا، أتوقع أنني سجل لديهم خدمات علي بابا والدفع فالي باي هناك منتشرة بشكل مجنون وصادم منتشرة نفس التكاسي، المحلات، البقالات، حتى تجربة توصيل الأكل لنص الشارع وقالنا قهوة لنص الشارع وكان يدفع عن طريق نفس التطبيق بالوجه مفروض، علي باي شيء خوف شيء خوف التهكير في هذه التقنية، فلما يستطيع أن ينتحي وجهك، ساعتها يستطيع أن يكون له وصول لكل شيء أنت قاعد تسويه البصمة، وعرفنا أنه صعب الوصول لها، فما بالكم الوجه عندما يأخذ وجهك أو يكون لديه خوارزميات وجهك، ويتمم عمليات بيع أو شراء ويأخذ قروض على وجهك، وأيضاً تنفيذ عمليات كثيرة وجه أحمد يجيب فلوس كثير توقع؟ لا أدري، لكن كذا أحب أن أقول شيء فيها، أحمد لم أجد هذه الكلمة كما تتكلم عن التهكير والكاميرات؟ دعنا نعلم الخبر عن رينج كاميرا رينج كاميرا، كاميرات الرينج الموجودة في المكتب رينج كاميرا، بعض الناس بدأوا يهكروها لمجرد الفن ومجرد المتعة، فكثير من الأخبار طلعت على الأنترنت بقابلية هذه الكاميرات المخصصة للأبواب والمراقبة في المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية على أن المتعدين يدخلوا على الكاميرات ويشاهدوا الكاميرا بشكل عادي بدون أن يكون فيها تهكير بشكل كبير شركة رينج قالت أنها ستطلع تصريح رسمي خلال إختراج التصريح الرسمي حققوا في الموضوع وطلعوا التصريح التالي الذي تشاهدوا على الشاشة الذي يبين أن الاختراق تم من تطبيقات الطرف الثالث وأيضاً هذا الاختراق تم من خلال الهندسة الاجتماعية وأنه يصير في التواصل مع نفس المزودين من خدمة ترينج ويهامهم بأنهم أصحاب الخدمة وبالتالي أخذ الصلاحيات من الصلاحيات للكاميرا وأنك تستطيع تأخذ كاميرا ترينج وتضبط أمورها أحلى شيء عندما يأتي في المكتب أدخل الجرس عندما يأتي الجهاز يطلع لي هرنة وبعدين أخذ وعطي معه وكل شيء أقول للشباب يفتحوا له أو هم الشباب يكونوا فتحوا له ويقول أين يفصل؟ يقولوا الفصل موجود في البلد الفلاني تكلمون عن الجوال هذه أحلى شيء من ناحية كاميرا ترينج وجدتنا كاميرا جديدة بعد من رينج لن نجربها ونعطيكم تجاربها بإذن الله أساساً نقول لكم كيف تضعوا كاميرا يمكن أن يكون ما فيها أمان غريبة سرقة معلومات بنكية لأكثر من 20 ألف موظف في فيسبوك المعلومات البنكية هذه تم سرقتها ليس من خلال الإنترنت ولا من خلال تحكير سيرفرات فيسبوك ولا من خلال الوصول لأحد العملاء أو أخذ ثغرات من نفس العملاء أو لنفس الموظفين حقهم فيسبوك بالطريقة التقليدية وبكل بساطة أحد الموظفين حقهم فيسبوك ورائح من مكان لمكان عنده نفس الفان حقته واحد دخل على الفان وسرق له كام هارد ديسك هذه الهارد ديسكات لم تكن مشفرة حسب القانون المفروض يجبر فيسبوك فأخذوا الهارد ديسكات هذه وبدأ يفكك الحرامي التحليل للهارد ديسكات ولقى أنه فيها معلومات بنكية لمجموعة أشخاص كثيرة سرقة على طريقة أفلام السبعينات لحظة أين؟ أفلام العشرينات؟ أفلام الفنات؟ دوبوا وطالع فيلم كذلك أين الغريب في الموضوع؟ يبقى لهم نفس القانون الأوروبي وأيضاً عندنا في مملكة العربية السعودية القوانين تنص على أن أي مؤسسة أو جهة حكومية تحتفظ ببيانات مواطنين أوروبيين سواء في أوروبا أو خارج أوروبا عليهم حفظ هذه المعلومات في سيرفرات أو هارد ديسكات مشفرة إذا لم تحصل على التشفير فمن حق المواطنين التعويض ومن حق المكان يدفع الغرامة لهذه المواطنين سيأتي مع غرامات وفلوس لو كنا في أوروبا لأن هناك المبادة والتطبيق أحد الشركات الأساسية التي على طول مسكة القانون كانت كينغستن ونزلوا كل أنواع هارد ديسكات التي فيها الأمانة والتشفير والمناسب للدول وسونا حملة وتكلمنا هنا عن هذا الأمر وننتظر التطبيق من كل جهة العالم لأن هذه هي الذهب الجديد، قلناها كثيراً، لا أدري أن أشعر نهاية الحلقة الأنرجي طاحت يبغى لي قهوة أو يريد أن يرى الخبر بيبسي أسوأ من ذلك، لا يوجد سيناريو بيبسي في 1996 طلعت مشروب بيبسي مع الكافيين كان اسمه بيبسي كافي هذا المشروب كان قبل وقته على حسب زعم بيبسي وفشل فشل ذريع ولم ينتشر عالمياً الناس كانت عندما تبغوا قهوة سيشتروا قهوة وكانوا عندما يبغوا بيبسي سيأخذوا بيبسي للتوضيح بخطة أحمر وإنذارات أكره بيبسي وأكره الكورة وأكره كل المشروبات الغازية التي موجودة على كوكب الأرض لا أحبها، لا أشربها، لا أدانيها المهم شيء ثاني ما له علاقة في الموضوع أخي من جد الحلقة غريبة شيء ثاني ما له علاقة في الموضوع هذا جوال بيبسي وهذا جوال كوكوكولا من الصين جبتهم موجودين على تيك توك وحطيت لهم بلاوي أو قاعد أضع لهم بلاوي على تيك توك نرجع لسالفة بيبسي والمشروب اللي طلعوا 96 وما نجح تخيلوا شاءت الأقدار من عام 2000 يطلع لنا مشروبين آخرين في الطاقة ريد بول، راور هورس كل اثنين هذين طلعوا من نمسا وأيضاً أستريا طلعوا منهم وبدأوا ينتشروا عالمياً مما أجعل مشروبات اللي فيها كافيين بشكل جداً كبير والتاورين في حالة نفس الناس قفلت معاها مني وشارت الحلقة أنا آسف، أعطي لايك، نعم، نصوّل، هل أنت استمرت للحين؟ هاتف غالب قهوة أنا يبيلي قهوة من جداً المهم، نرجع لفترة هذه في الألفونات وطلعوا المشروبات الغازية التي فيها طاقة والمشروبات هذه انتشرة بشكل جداً كبير وأيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية هي حالياً منتشرة المشروبات التي فيها قهوة والتي فيها أيضاً إمكانيات الطاقة عن طريق القهوة فبيبسي قرروا في عام 2020 وبشهر أيبرل بالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية إعادة إطلاق بيبسي كافيين فالمهم على أساس أنني أشربها فنتحدث عن بيبسي في كافيين سيطلع بشهر أيبرل في أمريكا وإذا انتشر ونجح في أمريكا، سيطلعوا حول العالم بس، أنا آسف على تضيع وقتكم ولكن دائماً لدينا التقنية والأخبار أول بأول على فكرة بما أنكم وصلتوا إلى الحلقة إذن أنتم من أفضل المشاهدين والناس ولا نقلل من تقدير والإحترام للباقيين ولكن بما أنكم موجودين، يريد أن تنتظروا شهر واحد شيء عجيب الذي سيحدث في شهر واحد على كل شبكة تيك بيلز فانتظروا شهر واحد، ترى الأمور رائعة حلقوا وضعوا تعليقات في كل مكان وضعوا تعليقات ودائماً شهر واحد سيكون هناك شيء ما يحدث سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك أشوفكم على خير، ولا تنسوا رابط التليجرام ستستفيدوا من الفيديو من ذلك رئيس الوزراء السابق الصيني حديث جميل، سنضعه على قلوبنا في التليجرام ترجمة نانسي قنقر